في قرية نائية بجوار نهر النيل ولد محمد صلاح طفل مبهوت بجمال اللعبة كان يلعب بكرة القدم بين الحقول الخضراء وسرعان ما لفت انتباه الجميع بمهاراته الفذة انتقل محمد إلى القاهرة بحثا عن فرصة في فيديو اليوم حنتعلم طريقة جديدة لتصميم قصص كارتون متحركة باستخدام أدوات الزكاء الاصطناعي المجانية وأيضا تحويل الصور المولدة بالزكاء الاصطناعي إلى رسوم متحركة زي المثال اللي شفتوه في أول الفيديو بالزبط وفي هذه الطريقة حنستخدم أداء جديدة تعتبر من أفضل أدوات صناعة المحتوى متحرك بالزكاء الاصطناعي أيضا سنشرح خلال الفيديو كيفية الاستفادة من هذه الأداء بشكل مجاني تماما لأطول فترة ممكنة هذه الطريقة ممكن تكون مصدر إلهام لكم لصناعة محتوى بدون ظهور على اليوتيوب أو أي منصة أخرى ومن الممكن استخدام هذه الطريقة لعمل محتوى قصص أو قصة حياة شخصيات مشهورة أو شرح أحداث مهمة في التاريخ العربي الإسلامي قبل ما تتفرج من تنسى الاشتراك واللايك الجميل لأن تشجعكم بيساعدنا عن الاستمرار في صناعة المحتوى أفضل يلا بينا نبدأ الفيديو أول خطوة هي كتابة البرومبت المستخدم في القصة عن طريق شات جي بي تي أو بينج شات وأيضا في الخطوة دي هنكتب البرومبت أو الأوامر المستخدمة في رسم الصور والزكاة الاصطناعية للقصة أنا هنا زي ما انت شايفين كان عندي أكتر من فكرة ولكن اللي عايز أقوله أن انتوا مش لازم تكتبوا قصة للأطفال يعني ممكن مثلا تكتبوا قصة حدث تاريخي أو معركة مشهورة في التاريخ أو قصة حياة شخص مشهور فأنا هنا اخترت أن أنا أكتب القصة دي طبع لو عايزين تكتبوا نفس البرومبت أو نفس الأمر ممكن تعمله بوز للفيديو وتاخده نفس الكلام اللي أنا كتبه فأنا بقوله وإريدك أن تكتب لي سيناريو قصة خيالية مستوحى من قصة حياة لعب الكرة مصري الشهير محمد صلاح القصة يجب أن تكون حوالي خمسمائة كلمة مقصمة إلى مشاهد منفصلة هاخد الكلام ده كوبي بعدين زي ما انت شايفين على شات جي بي تي هتابل القصة ومقصمة إلى مشاهد منفصلة بهذه الطريقة طيب ناس كتير بتسأل إن هي ما عندهاش أكاونت على شات جي بي تي أو شات جي بي تي ممنوع في البلد اللي هو فيها زي مصر مثلا شات جي بي تي مش متاح أسهل حاجة إن انت تستخدم مايكروسوفت بنج شات وده عن طريق الدخول على موقع بنج دوت كوم وبعدين تدوس على دردشة أو شات بس لازم تكون عامل إيميل مجاني على مايكروسوفت وبعدين هتأكد إن أنا مختار أكثر إبداعا وابتدي إن أنا أكتب نفس البرومبت في بنج شات لو لاحظتوا إن هو فوق جاتب دردشة مع بنج جي بي تي فور يعني المفروض إن بنج شات مبني على جي بي تي فور هيطلع نتائج المفروض أفضل من شات جي بي تي المجاني لأن شات جي بي تي المجاني أبني على جي بي تي 3.5 فابتدها زي ما انتوا شايفين بيطلع لي القصة ومقسمها مشاهد ومفروض إن هو حيطلع لي كلام أكتر من شات جي بي تي 3.5 يعني زي ما انتوا شايفين كده في النهاية بصوا المقارنة هنا القصة في بنج شات طلع قد إيه وهنا في شات جي بي تي 3.5 طلع قد إيه طبعا في بنج شات أكبر الفكرة إن ده له أسلوب وده له أسلوب فلو إنت مش عارف تستخدم شات جي بي تي أنصحك إن انت تستخدم بنج شات اللي هو مبني أساسا على شات جي بي تي ومع لهوش أي قيود في أي من الدول العربية بعد كده هستخدم بنج شات أو شات جي بي تي فإن أنا أكتب البرومت اللي هستخدمه في عمل الصور بتاعة القصة فكتبت مريدك أن تكتب لي برومت بالإنجليزية لكل مشهد في القصة اللي استخدمه في مواقع الرسمي بالذكاء الاصطناعي هاخده على شات جي بي تي أو بنج شات بعدين ندوس انتر فابتدا هو يكتب لي برومت لكل مشهد علشان أرسم بي الصور بالطريقة اللي احنا شايفينها قدامنا دي الأطوة الثانية هي تصميم صور القصة عن طريق مواقع الرسمي بالذكاء الاصطناعي أنا هنا هستخدم موقع ليوناردو AI لكن انتم ممكن تستخدموا أي موقع تاني بتفضلوه ممكن نستخدم موقع Playground أو ممكن نستخدم موقع ClipDrop ClipDrop هو أسهلهم موقع ليوناردو هو أكثرهم إبداعا هسيب لكم كل مواقع في صندوق الوصف هندخل على موقع ليوناردو فلو بافتراض أن انا عايز القصة تبقى كارتونية أكتر فأختار مثلا موديل بتاع 3D Animation Style هدوس عليه كده وبعدين أقول له generate with this model وبعدين نروح على شات جي بي تي وأختار أول مشهد أخذه نسخ وبعدين هنا paste ممكن بقى هنا أعلم على الاختيار ده وانزل تحت كده أختار ما اس 179 لأن انا بعمل فيديو اليوتيوب وبعدين هدوس generate طبعا أنا جربت كذا مرة على موقع ليوناردو فدي الصور اللي طلعتلي من أكتر من تجربة زي ما انتوا شايفين كده صور مش بطالة لكن تعالوا بقى وريكم موقع Playground لطلع لي ايه زي ما انتوا شايفين دي الصور اللي طلع علي صور في منتهى الرواعة والجمال يعني صورة زي دي مسلا لو كبرناها الصورة جميلة جدا وفيها حركة وأكتر من بعد علشان كده بقول لكم لازم نجرب ان احنا نستخدم البرومبت في أكتر من موقع طيب أنا طلعت الصور دي ازاي استخدمت في موقع Playground موديل ستيبل دفيوجن أكسل مستخدمت المقاس ده لكن التركة هنا بقى ان انت في Quality and Details دي هتزود القيمة دي للاخر خالص بلا ما هي خمسين هتخليها مية او فوق المية واخترت من هنا Macro Realism ممكن كمان تضيف وحاسب لكم امثلة للنجاتف برومبت في ملف الورد اللي قدامكو ده هاسبه لكم في صندوق الوصف هعمل نفس الخطوات دي على كل مشاهد القصة اللي عندي بفضل يكون عندكم اكتر منصورة علشان تختاروا بينهم الفطوة الثالثة هي التعليق الصوتي وتحويل النص لصوت عربي عن طريق موقع Eleven Labs الفطوة دي مش هناخد فيها وقت كتير لان احنا شرحناها قبل كده كتير على القناة ولكن تركة صغيرة كده جايت ناس كتير سألت ازاي يستخدم صوت اطفال فيه هنا صوت جاهز اسمه بالاسم ده GG ادخل بقى على شات جي بيتي واخد اول مشهد او النص بتاع اول مشهد وبعدين هنا واتأكد ان انا هنا مختار على شان ده اللي بيفهم اللغة العربية وبعدين طبعا لازم استخدم الصوت المناسب لكل فيديو يعني انا هنا عشان دي قصة الاطفال مثلا فاستخدمت صوت اطفال لكن لو انا بحكي مثلا حدث تاريخي يبقى لازم استخدم صوت حد اكتر او غليز اكتر وطبعا من الزرار ده بعمل download للفايل بتاعي بكرر ده طبعا مع كل مشاهد القصة خطوة الرابعة وهي تحويل الصور الى فيديو كارتون عن طريق اداة runway ml gen 2 طبعا الاداة دي زي ما انتوا شايفين كده من افضل الادوات اللي بتحول من النص لفيديو او من الصور الى فيديو الاداة دي بتتحلك خطة مجانية هنشتغل بيها ولو الخطة مجانية دي انتهت ممكن تعمل اكتر من اشتراك عن طريق موقع زي اللي انتوا شايفينه ده وهو وظيفته ان هو بيعمل بريد الكتروني مؤقت هندخل عليه هسيبه لكم في صندوق الوصف وبعدين حكتب الميل اللي انا عايزه بعدين اختار الدومين بتاع الميل يفضل اختار دومين من التلاتة اللي تحت دول مثلا ده وبعدين ندوس على الزرار ده بقى عندي ميل زي ما انشايفين كده هدوس على الزرار ده عشان اعمل copy الميل وادخل على صفحة التسجيل sign up for free هدخل الاميل اللي انا عملته الجديد وبعدين اقول له next وبعدين بختار اليوزر نيم والباسورد بتوعي وبعدين اكتب اي اس من عايزه وبعدين اقول له create account مفروض ان هو هيبعتلي كود على الميل هدخل بقى على الصفحة اللي انا كنت عملت فيها الميل حلق الميل وصلي هدوس عليه كده هاخد الكود copy وبعدين paste وبعدين validate skip و try for free وبكده انا اقدر اعمل اكبر عدب من الحسابات على الموقع او لو انتوا حابين ممكن تشتركوا في الخطة المدفوعة لو هتستخدمون بغزرة لكن انا هنا مستخدم الخطة المجانية هقول له try runway for free واستخدم حساب الجيميل بتاعي عادي الموقع ممكن يحول من النص الفيديو او ممكن يحول من صورة الى فيديو طبعا احنا هنستخدم الاختيار الثاني اللي هو تحويل الصورة الفيديو وزي ما انت شايفين هنا فوق خالص على اليمين كاتب لي ان انا فاضلي 100 و 5 سنية في الخطة المجانية بدوس هنا علشان اديله الصورة اللي انا عملتها بمواقع الرسمي بالزكاء الاصطناعي اختار الصورة بتاعتي وبقول له open من هنا انا عندي المدة بتاعت الفيديو اللي هتطلع وهي المفروض بتبقى 4 ثواني وبعد كده بيديني اختيار ان انا ازودهم 4 ثواني تانيين وما يزدوش عن 16 ثانية والاختيار ده باختار منه حجم الحركة في الفيديو اللي هيطلع ممكن مسلا اعمله سبعة طبعا ممكن مع الصورة استخدم prompt اكتبه علشان اوصف الفيديو اكتر لكن احنا هنجرب الاول منجير prompt ونشوف كده هقول له generate وهنا بيعمل render للفيديو بتاعي لما انظر الفيديو النهائي اللي اطلع لي بعد ما اخلص طبعا ممكن اجرب اكتر من المحاولة علشان احصل على نتائج مختلفة لو عجبني الفيديو بدوس على الزرار ده عشان اعمل download ممكن كمان زي ما قلتلك واقول له extend four seconds عشان ازود الفيديو كمان اربع ثواني زيادة ده بقى نجرب نحط نفس البرومبت اللي عمله ليشات جي بي تي لاول مشهد اللي هو ده اخده كده copy واجي هنا وقوم ده يستيكست واقول له paste وبعدين generate ده الفيديو النهائي اللي اطلع لي باستخدام البرومبت والصورة مع بعض طبعا نتيجة مختلفة شوية وده مثال الفيديو اخر برضو عملته بنفس الطريقة زي ما انت شايفين اطلع زو خلال استخدامكم للأداء ان انت لما بتزود مدة الفيديو انه هو بيغير الشكل الشخصية زي ما انت شايفين كده ازاي امنع ده ازاي احافظ على ثبات الشخصية او ثبات شكل الشخصية خلال الفيديو اول حاجة لازم اعملها ان انا اضيف اضيف نص مع الصورة والنص ده لازم اوصف فيه شكل الشخصية بشكل دقيق يعني انا هنا مثلا كتبت له محمد صلاح زفيماس ايجيبشن فوتبول بلاير وكمان ان هو صغير في السن لكن لو مثلا هي شخصية جير مشهورة فانت لازم تكتب الشخصية دي رجل او سيدة السن قد ايه لابس ايه وبيعمل ايه الحاجات بقى اللي ممكن اغيرها في الكلام اللي هنا ما بين كل مشهد والتاني هو الشخصية نفسها بتعمل ايه يعني ماسك مثلا كوباية او بيتحرك او فرحان او زعلان لكن لازم اتأكد ان فيه وصف للشخصية عشان احافظ على شكل الشخصية خلال المشاهد اني حاجة هضغط على الزرار ده واتأكد ان الاختيار ده مفاعل الاختيار ده وظيفته ان هو بيحافظ على نفس السيد نمبر ده لما بزود زمن الفيديو اذا بقى نجرب لما عملنا الحاكتين دول هل في اختلاف هيحصل هقول له اكستند هزود 4 ثواني تانيين طبعا ده شكل نفس الفيديو بعد ما اتبعنا نفس الخطوات دي وزودناه كمان 8 ثواني زي ما نشاهدين اهم حافظ على شكل الشخصية بشكل كبير هكرر طبعا الخطوات دي في كل مشاهد القصة خطوة الخمسة هي منتاج القصة الكارتونية عن طريق برنامج كاب كات للكمبيوتر ممكن طبعا تستخدموا اي برنامج منتاج اخر يفضلوا انتو بتعملوا القصة او الفيديو ان انتو تشتغلوا مشهد مشهد علشان ده بيبقى أسهل كتير طبعا علشان وقت الفيديو انا هكتفي بمنتاج او مشهد من القصة اول حاجة هعملها ان انا هسحب ملفات الفيديو والصوت في التايم لاين على كاب كات وبعدين ابتدي ان انا ازبط الزمن بتاع الملفات دي بحيث ان هي تناسب زمن التعليق الصوتي بعد ما خلصت خالص ممكن اضيف او انتقالات ما بين كل فيديو التاني من منظر اللي انتو شايفيني ده وده منظر الفيديو النهائي وده شكل الفيديو النهائي على كاب كات بعد انتهاء المونتاج ايضا اضفت عنوين متحركة لكل مشهد مشهد التاني ومشهد التالت كمان نعملنا افكت فوق هنا طبعا لو حابين تعرفوا معلومات اكتر عن كيفية استخدام كاب كات هتلاقوا كورس كامل على القناة لكيفية المونتاج بكاب كات هسيبه لكو في المقترحات ممكن كمان بعد كده نضيف موسيقى هندوس على اوديو ممكن اختار الموسيقى دي هشدها كده واسحبها على التايم لاين وبعدين نرجعها في الاول خالص طبعا لازم يكون صوت موسيقى او طامن صوت التعليق هضغط على التراك بتاع الموسيقى وبعدين اجي على فوليوم واقللها عشان ليها بقيمة 15 مثل بقى كده لو شغلنا الصوت مع موسيقى كمثال في قرية نائية بجوار نهر النيل ولد محمد صلاح طفل مبهوت وبعدا بخلص خالص بعمل اكسبورت للفيديو من على كاب كات خلونا نستعرف مع بعض جزء من الفيديو بعد اضافة الترجمة عليه لو عايزين تعرفوا ازاي عملنا الترجمة المتحركة اللي ظهر في الفيديو حاليا هتلاقوا فيديو بيتكلم عن الموضوع ده بالكامل في القناة هاسبه لكم في المقترحات بدأ محمد صلاح يتألق في ملاعب القاهرة وبسرعة انضم الى احد اندية الدوري المصري لم يمض وقت طويل حتى شدت انظار اندية اوروبية كبيرة انضم الى صفوف نادي روما الايطالي زي ما شفتو قدرنا ان احنا بابسط الامكانيات والخبرات ان احنا نصنع فيديو انيميشن متحرك في منتهى الاحترافية اللي حابب اوضحه ان احنا مش دايما هنحصل على نتائج كويسة من اول مرة لازم نجرب كتير يعني هذا الفيديو ده عشان عمله جربت كتير وعملت اكتر من حساب مجاني على اداة جين تو بالطريقة طبعا المجانية اللي انا ذكرتها في الفيديو فلازم يكون عندنا شوية صبر وكل ما جربنا اكتر كل ما طلعنا بنتائج احسن اتمنى ان انتو تكونوا استفدتم الفيديو وانتظر تعليقاتكم وقترحاتكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير لان ده بيساعدنا في تقديم محتوى افضل شكرا لكم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله